المشاهدين التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش موجز لأهم وآخر الأنباء يأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري فأهلا بكم أكد رئيس عبد الفتح حسيسي حرص مصر على توطيض علاقاتها مع اسطونيا والارتقاء بها لأفاق الأرحب في مختلف المجالات جاء ذلك خلال المؤتمر الصخفي الذي عقده مع نظيره الاسطوني ألار كارس حيث أكد رئيس سيسي توافق الرؤى حول تكثيف العمل المشترك ما بين البلدين الصديقين كما أكد الرئيس عبد الفتاح أسيسي أن القضية الفلسطينية تصدرت القضايا الإقليمية التي تناولتها المباحثات الثنائية مع نظيره الاسطوني في هذا الإطار شدد الرئيس السيسي على أهمية تضافر الجهود لتوصل لوقف فوري لأطلاق النار ومنع تساع نطاق الصراعي بالمنطقة أجرى رئيس عبد الفتاح أسيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حناء خلاله على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأكد رئيس أسيسي تطلع مصر لاستكمال العمل المشترك مع رئيس ترامب في فترة ولايته الجديدة في ضوء طابع الاستراتيجي للعلاقات الممتدة على مدار عقود عديدة ما بين الدولتين وكذا التعاون المميز ما بين الجانبين الذي شهدته فترة ولايته الأولى وبما يعود على الشعبين المصري والأمريكي بالمنفعة المشتركة ويحقق الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط من جانبه ثمن ترامب اللفتة الكريمة من الرئيس سيسي مؤكدا اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وحرص الولايات المتحدة على تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد حفظ السلم والأمن الإقليميين أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أن مصر تدعم بشكل كامل مؤسسات الدولة السودانية جاء ذلك خلل مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية السودان علي يوسف وأكد عبد العاطي أن الأمن القومي السوداني يعد جزءا من الأمن القومي المصري مشيرا إلى أن ما يحدث في السودان له نعكاساته وتأثيره على مصر وهو أمر طبيعي في ظل العلاقات الأخوية من جانبه أكد وزير الخارجية السودانية لم تتردد في اتخاذ أي موقف لإنهاء الحرب وبناء السودان الجديد مشيرا إلى أن دعم المصري مقدر تبدل حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف العنيف خاصة على طول الحدود فيما أعلن حزب الله أنه استهدف للمرة السادسة برشقة صاروخية تحركا للقوات الإسرائيلية عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس في الوقت نفسه واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أربعين شخصا في غارات إسرائيلية استهدفت شرق البلاد بما في ذلك مدينة بعلبك مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ ورفع الإنقاذ لا تزال قارية بحثا عن المفقودين هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي خلال المعارك جنوبي لبنان استشهد خمسة فلسطينيين فيما أصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مشروع بيت لاهية شمالي قطاع غزة بتزام استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته بجراح خطرة برصاص كيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حصار لمنزل بمدينة جنين شمالي ضفة الغربية المحتلة في الوقت نفسه وقعت اشتباكات مسلحة عنيفة عقب استهداف أليات عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة شديدة الانفجار بمدينة جنين أوضحت مصادر فلسطينية أن الفصائل الفلسطينية أوقع قوة عسكرية إسرائيلية في كمين أعلن فريق حملة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أعلن عن قبوله دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة البيت الأبيض لبحث انتقال سلس ما بين الإدارتين من جانبها أدلت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس بخطاب أقرت فيه بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية وقالت هاريس أنها اتصلت بالرئيس المنتخب ترامب وهنأته على انتصاره ووعدت بالانخراط في انتقال سلمي للسلطة وتعهد تاريس أمام أنصارها في جامعة هاورد بمواصلة النضال من أجل حقوق المرأة وضض العنف المسلح أخيرا قال الرئيس الأوكراني فولادمير زيلينسكي قال أنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عقب فوزه في الانتخابات وأضف زيلينسكي أنه اتفق على مواصلة الحوار الوثيقي وتعزيز التعاون مع واشنطن حول لازمة الأوكرانية هذا ونقل موقع بوليتيكو عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قولهما إن البيت الأبيض يعتزم الإسراع بإرسال آخر ما تبقى من مساعدات الأمنية تزيد قيمتها عن 6 مليارات دولار إلى أوكرانيا بحلول الوقت الذي يتولى فيه الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه للمشاهد بالتكلم والتعرف الاستث parar أقدم ذلك على وجهت الدريسين لهذا السلام villدع